بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شخص المرساين سيدنا محمد وعلى الله وصحب الله يجمعين اهلا وسهلا بكم ان شاء الله النهاردة هنبدأ تمرين جديد على رسم المنظور التمرين ده هتلاقوا رابط الملاقب بتاعه تحت الفيديو زي ما احنا متعودين الاول من حتى تتصوره ازاي هنبدأ رسم المنظور ده من حدد النقطة هنبدأ رسم منها اي نقطة عديدة ممكن تحددها بدا ما عندكش اي كرفات هنحدد دول يكن هنا نمتقى براس الجزء اللي هنا وعلي كده نمتقى براس الجزء اللي بالجانب ده ومنه نبدأ نطلع نرسم الحتة دي كذلك نمتقى نرسم العجزات دي فعلي كم نشوف اول حاجة الوقت هبدأ هدى المنظور دي بعد كده هطلع رقصي بمقدار الجزء ده اللي هو اربعة عشر قال كده همشي ماء كده بمقدار عرض الجسم طب عرض الجسم هي بقى ازاي كلا يمدي عشرين كده اقمى عشرين واتنمعشرين ثم ايك اجد ق Margảiه الذاقة دي بعد كده الجزء ده جزء دي ا500 يدي ولات التمانية وعشرين يضع اقسد اللي قزى دا الفين وعشرين باقي كده همشي البحدي هنا الحدي هنا اللي هو ايه ايه قبل الاخر بالتناشط حينا دي الحتة دي مقدار في هوا الي مقدار الو 18 يعني اقتر الوجزء ده يبقى مشي قبل الاخر بالتناشط لو عبرها عن ٨ يعقص lobbل اثناشط بالسبوع واعمالة هصتاشط هطلع راسي هنا بمقدار قد幾, ومديك الرقصي اللي هو ده اللي هو متزال ربع عربع عشرين. وده هطلع رقصي بقد ايه, mondeك المسافة دي اللي هي ست- ارتين. بعد كده اخر من هنا خط الميجي زاوية ترتين. اللي هو متزال الخط الميجي ده. اللي هو اعة عشرين. هندي هطلع الرقصي لحد تقصدي. وهندي هي كده. اللي هو هطلع المقدار نستاشع. بعد كده ارجع تاني الجزء ده. اعمل خط كفوقي بنفس المجدار العرض ده هو اوصل ده هو اطلع خط رقصي ده بعد كده اسد خط ميل بالمقدار العرض العرض للجزء ده اللي هو عندك الجزء السعفة وبعد كده هجي من هنا همشي ميل باتين والعشرين همشي ميل باتين وعشرين وكذلك من هنا همشي ميل ب bombers 22 فعال بعد كده هجعل اليه هجي انزل من هنا بالمجدار ترج bert, رأسي بعد كده ميل بن مقدار الجزء ده اللي هو عشرين على كده الرأسي. وكذلك بلا. هندل من هناك. ومقدار تمامي. واشدت الخط ده. ممكن الخط ده تلاقي زاهر عندك او ممكن ما تلاقش زاهر على حسب فلمين اللي قدامك. دعلي كده. هاجي من هنا. وقوم بي. شهدت خط بي في زاوية تلاتين. ويقل معي. في حالة ان الجزء ده ظهر. لان بعد احياني. ده جايبت المعظور زي ما انت شايت كده. الخط ده مش باي. فلما تيجي ترسم وانت رأس المصبوط تلاقي الخط ده بنا عندك. فده عادي يعني فارس في الرسومات. اهدنين تلوقت تشوف الايزومترا كده تعمل زي سريعا او در اي شرح. عشان الصورة تتضح بشكل عودة. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو قد حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشاب لكم. سبسكرايب بالشاهل بتاعتنا على يتوب. ولايك اللي صحة بتاعتنا على الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.